موسيقى السلام عليكم ورحمة الله هذا موجز من الأنباء أكد رئيس الجمهوري عمر البشير أن احتشاد الشعب السوداني بالساحة الخضراء يمثل رسالة لكل العالم بأن السودان في أمان ولن يلحق بالدول المنهارة وشدد البشير بساحة الخضراء على أن من يريد أن يحكم السودان عليه الاحتكام للانتخابات والدستور وكشف البشير عن عدد من الدول التي قال أنها ساندت السودان في الأزمة الأخيرة والمتمثل في الصين روسيا الإمارات وقطر لوقفتها ودعمها للسودان تعهد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السرعلي وزير النقل بانتفاء ظاهرة الصفوف مما المخابز ومحطات الوغود وأكد سير أن البلاد تجاوزت الأزمة الاقتصادية وأن كل قضايا السودان يمكن أن تحل عبر الحوار وليس الاختتال والحروب وأعلن تأييده للرئيس البشير في دعم السلام والاستغرار بالبلاد وقال إن البشير هو الضامن لإنفاذ الوثيقة الوطنية وضامن لمسيرة الحوار الوطني أعلن الرئيس الوزراء الروسي موافقة بلاده على مشروع اتفاق مع السودان لتسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين وأن يتم دخول السفن بعد إختار في موعد لا يتجاوز سبعة أيام قبل المعاد المفترض للدخول وأكد أن مشروع الوثيقة في إطار الاتفاق يمكن أن توجد عدد لا يزيد عن سبع سفن حربية في وقت واحد في البحر الأقليمي والمياه الداخلية وموانئ الدولة المستقبلية نددت قبيلة المسارية بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن قضية أبيي والذي أعطى دينكن جوك الحق في تشكيل حكومتهم داخل منطقة أبيي المتنازع عليها ويويد القرار استنكاراً واسعاً من قبيلة المسارية التي عقدت مؤتمراً خاصاً بمنطقة جولية بإدارية أبيي جنوب خط عشرة لمناقشة هذا القرار وابتعاث رسائلة بمخرجات المؤتمر للحكومة والمجتمع الدولي تطالب فيها التعجيل بحل قضية أبيي للاتفاقية بين البلدين قدمت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان إيمان فتح الرحمن التهنية للطائفة القبطية بسودان بمناسبة أعياد الميلة وأوضحت لدى تقديمها التهانية أن حرية الأديان والتسامح الديني حق لكل مواطن يكفله قانون ودستور البلاد وقالت أن السودان يتميز بتعايش الديني واجتماعي متفرد مشهدة بإسهام الأقباط في كل القضايا الوطنية ومشاركتهم الاجتماعية في المناسبات كافة نهاية الموجزة المزيد من المعلومات لكم أن تزوروا موقع القناة على الشبكة الدولية الشروق ضغط نك إلى اللقاء بحول الله شكرا للمشاهدة